في موقف لافت داع تقرير لمجلس اللوردات البريطاني الحكومة البريطانية إلى النأي بنفسها عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وأبدى اللوردات في تفاصيل هذا التقرير تمردا على توجهاته ومواقف واشنطن سواء تعلق الأمر بالاتفاق النووي مع إيران أو بمشروع إقامة الدولة الفلسطينية أو بتداعيات ما يعرف بالربيع العربي التقرير الجديد سيشكله دون شك إذا ما اعتمدته الحكومة البريطانية ورقة طلاق تام بين لندن وواشنطن سواء في الخيارات السياسية أو التوجهات الدبلوماسية ونرحب الآن بضيوفنا معنا من لندن مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني كريس دويل معنا من بيروت مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر أذكركم مشاهدين أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك قبل بدء الحوار نتابع أولا أبرز ما تضمنه النص الصادر عن مجلس اللوردات البريطاني في هذا التقرير لا يبتعد تقرير لجنة اللوردات البريطاني عن أن يوصف بالجريء والواقعي خاصة في طلب الطلاق من واشنطن وضعت اللجنة أنه لا يمكن الاعتماد على زعامة الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط الشرق الأوسط بكل مشاكله ونزاعاته من إيران إلى سوريا إلى الربيع العربي ووصولا إلى القضية الأقدم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي الشأن السوري وفي رد غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية البريطاني باتباع خطوات واشنطن خاصة العسكرية تصف لجنة الشؤون الخارجية في مجلس اللوردات البريطاني موقف لندن من الصراع السوري بالمضطرب والعشوائي إيرانيا يبدو الخيار الأوروبي في التعاطي مع الملف السمة البارزة في تقرير اللجنة التي اعتبرت أن الفضاء الأوروبي هو الأنسب لضمان الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع تهران وتخفيف القيود على أموال إقراض البنوك من أجل الاستثمار في إيران ووصف التقرير سياسة بريطانيا تجاه ما يسمى الربيع العربي بالتشوش مشيرا إلى أن الحكومة دعمت أنظمة شمولية كذلك أوصى التقرير بالابتعاد عن السياسات الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية مشيرا إلى اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لتأكيد التزامها بحل الدولتين بعيدا عن سياسات الإدارة الأمريكية التي وصفها بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة إذن نبدأ حوارنا حول هذا الموضوع تقرير مجلس اللوردات البريطاني الذي أوصى الحكومة البريطانية باتباع سياسات خارجية جديدة منعزلة عن السياسات المتبعة في واشنطن أبدأ الحوار مع سيد كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني معنا من لندن السيد دويل مرحبا بك معنا تقرير لافت صدر عن مجلس اللوردات وفيه ابتعاد على ما يبدو ليس فقط عن السياسات الأمريكية ولكن هناك انتقادات حادة لسياسة بريطانيا إزاء الشرق الأوسط كيف نفسر صدور هذا التقرير في هذا الوقت بالذات؟ قبل كل شيء أعتقد بأن هذا التقرير ليس ثوريا كما تذكرونه أنتم طبعا هناك جدل كبير سياسي بشأن السياسة الخارجية طبعا لأننا سنخرج من الاتحاد الأوروبي بعد سنتين ونحن نعيش في فترة من الشكوك الكبيرة شكوك بشأن ما هي السياسة الخارجية للولايات المتحدة وما هي سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع إدارة ترامب الجديدة إذن بدعوة بريطانيا لأن لكون لديها سياسة خارجية مختلفة فنحن لسنا متأكدين ما هي السياسة التي ينبغي أن نكون مختلفين عنها ثم هناك شكوك في أوروبا وعلاقتنا بأوروبا والاتحاد الأوروبي وأيضا داخليا ومستقبلنا هنا وبالطبع فيما يتعلق بهذا التقرير هو مستقبل الشرق الأوسط وإلى أين يذهب نحن نشهد هذه الفترة الانتقالية التي تحدث هناك والتي حدثت خلال خمس أو ست سنوات والتقرير يذكر ذلك بعض التفاصيل إذن هناك أشياء رئيسية يذكرها فيما يخص مثلا الإدارة الأمريكية أولا هو إيران وتقول بأن الحكومة البريطانية ينبغي أن تدعم الاتفاق النووي الذي وقعته هي مع الآخرين وعلينا أن ندعمه مثلا بأن تكون هناك زيارات تجارية إلى إيران وأن نرى إذا كانت يمكن إذا كان هناك درجات من رفع العقوبات حتى نشجع الإيرانيين ولكن الحكومة البريطانية طبعا هي قد فعلت ذلك لأنها تتدافع عن الاتفاق النووي وهي تدعم هذا الاتفاق والحكومة البريطانية لن تنسحب منه وليس هناك أي دلائل تشير إلى ذلك وربما ستلعب دورها في الضغط على ترامب حتى لا يمزق هذا الاتفاق إذن أعتقد أن التقرير صحيح في قوله بأننا بحاجة إلى أن ندفع للعمل على هذا الاتفاق ونجعله ناجحا وفي الوقت ذاته علينا أن نقنع الآخرين في الشرق الأوسط بأن أيضا يواكبون في هذا لأنه كما يقول التقرير ويوضح تماما بأن طبعا التنافس بين المملكة العربية السعودية وإيران هي ضارة كثيرا للمنطقة والمنطقة الثانية هي بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية والموقف الأمريكي ولكن علينا أن نتذكر هنا بأن طبعا في المكتب البيضاوي السيد ترامب كان جالسا هناك مع بنيا من نيتانياهو ولم يكن هناك موقف واضح من الرئيس ومن فمه لم نفهم ماذا يريده الطرفان ونحن لسنا وثقين ما هو موقفه بشأن مثلا القدس وغيرها إذن هذا التقرير تقرير مجلس اللوردات يقول علينا أن نبقى في نفس الطريق وندعم السياسات الموجودة بشأن المستوطنات والقانون الدولي وحل الدولتين ولكن وهذا هو الاختلاف الكبير علينا أن نعترف بدولة فلسطين وأعتقد بأن هذا ربما منطقة التي التقرير يدفع الحكومة البريطانية لأن تتحرك باتجاهها وللأسف فإن هذا طبعا يبدو بأنه بعيد فحكومة تيريزماي والتي طبعا ربما ستنتخب باحتمال كبير في الثامن من يونيو فليس هناك احتمال بأنها ستعرف بدولة فلسطين طيب سيد دول أنت تقول أن التقرير ليس ثوريا هكذا وصفته ولكن البعض قد يختلف معك في هذا الموضوع التقرير لا ينتقد فقط السياسات الحالية لبريطانيا في الشرق الأوسط ولكن يطلب بالابتعاد بشكل كامل عن السياسات التي تتبعها واشنطن واشنطن حليف أساسي شريك أساسي في الحرب على الإرهاب شريك أساسي في الكثير من القضايا تقليديا مع بريطانيا المتعلقة بهذه المنطقة سنعود إلى ربما تفاصيل هذا التقرير بعد قليل ولكن دعني أسألك أهمية هذا التقرير الذي صدر عن مجلس اللوردات هل هذا تقرير مجرد توصيات من المجلس للحكومة ما الذي يمكن عمله وهل هو مؤشر بالفعل على أن بريطانيا بصدد ربما الانتقال إلى مستوى آخر من السياسة في الشرق الأوسط حسناً طبعاً التقرير هو تقرير لجنة لمجلس اللوردات وهي لجنة مميزة للغاية فهناك مثلاً وزير دفع سابق وهناك فيها أيضاً سفير في الأمم المتحدة وأيضاً مسشار سابق لوزير الخارجية وليام هيك في هذه اللجنة إذن هذه اللجنة لها ثقل كبير وخبرة كبيرة ولكن الحكومة ليست ملتزمة مثلاً باتباع توصيات هذا المجلس أو نصائحه وطبعاً بما أنها ذكرت في الإعلام هذا كله نتيجة للموقف الأفراد في هذه اللجنة وأعتقد بأن هناك كثير من الأشخاص في الوزارة الخارجية الذين يتفقون مع الكثير من التوصيات التي تقدم بها هذا المجلس إذن لا أرى بأن الحكومة سترفض هذا كلياً ولكن بالتأكيد الحكومة البريطانية لن نتخيل بأنها مثلاً ستقطع هذه العلاقة مع الولايات المتحدة وخاصة في هذا الوقت الذي نخرج فيه من الاتحاد الأوروبي نحن بحاجة إلى هذا الحلف ولكن ستكون هناك أشياء ومجالات ستكون لدينا اختلافات فيها مع إدارة ترامب تذكر بأن سياسة واشنطن لا تصنع في البيت الأبيض فقط هناك الكونغرس ويمكن أن نستعمل هذا الدعم في الكونغرس والذي كان دائماً الكونغرس كان طبعاً بغلبية جمهورية دائماً مائلاً إلى بريطانيا أكثر من الديمقراطيين ويمكن أن نستعمل الكثير لنؤثر هناك مثلاً هناك تجارة اقتصادية كبيرة والعلاقات الاستخباراتية والدفاعية وغيرها لكن كما قلت لا أعتقد بأننا سنغير أي شيئاً من هذا ولكن آمل بأن الحكومة ستستمع إلى العديد من الأصوات التي تدعو إلى أن يتبع بعض التوصيات فبريطانيا إذا قبلت مثلاً بكونها دولة وسطة أو دولة متوسطة القوة فعليها مثلاً أن تقوي أكثر مثلاً المجلس البريطاني والبي بي سي ودور الإعلام وتشجيع أيضاً المجتمعات المدنية في الشرق الأوسط وتعمل مع كل خلفائنا وشركائنا أعتقد بأن هذه رسالة للحكومة بأنه حتى ولو خرجنا من الاتحاد الأوروبي فعلينا أن نتخلى عن حلفائنا التقليدين في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا والتقرير أيضاً قد كتبه أولئك الذين كانوا في صادح بقائنا في الاتحاد الأوروبي وأن نكون جزءاً منه لذلك علينا في المستقبل أن نحافظ على هذه العلاقة والحلف مع أوروبا والولايات المتحدة دكتور سامي مساء الخير مرحباً بك معنا أيضاً في هذا الحوار أطلنا عليك الانتظار ولكن كنت حابب أسمع من السيد دويل رأيه السيد دويل يقول أن التقرير ليس ثورياً لا يرى فيه الكثير من الأشياء الجديدة والدراماتيكية ولكن دعني أقرأ عليك ما ورد على لسان رئيس اللجنة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأوردات التي أعدت هذا التقرير يقول السيد ديفيد هاول يقول لم نعد نستطيع تصور أن تحدد أمريكا المسار لعلاقة الغرب مع الشرق الأوسط التقرير أيضاً يقول الإدارة الأمريكية الجديدة لديها الإمكانية في زعزعة المنطقة أكثر لقد اتخذ الرئيس الأمريكي مواقف غير بناءة ويمكن أن تصاعد من النزاعات هذه مواقف إذا لم يكن بالإمكان وصفها بالثورية لا أعتقد كيف يمكن وصفها كيف ترى أنت هذا التقرير؟ أعتقد أن بعض العبارات والمفردات المستعملة خرجت عن التقليد التي يصور العلاقات البريطانية الأمريكية ولكن في فقرة أخرى من التقرير كان هناك تعويل على المصالح المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة مثل مواجهة الإرهاب مثل دعم الحليف إسرائيل مثل استقرار المنطقة واستقرار أسعار النفط ولكن أنا أعتقد أن ما افتعل الأسباب الموجبة لهذا التقرير هما حدثين أساسيين أولا مسألة البريكزيت وخروج بريطانيا من أوروبا وثانيا وصول إدارة أمريكية جديدة المسألة الأولى البريكزيت في الواقع تشكل تحدي أساسي لسياسة بريطانيا الخارجية هناك مقطع كبير يقارب هذا الموضوع إذ أن بريطانيا اليوم حينما تترك الأوروبا أيضا تتخلى عن وسائل أساسية كانت تصنع من خلالها سياستها الخارجية لسيما السياسة في منطقة الشرق الأوسط هناك برامج اقتصادية هناك تحالفات قائمة هناك اتفاق وقع مع إيران بالشراكة مع فرنسا ومع ألمانيا دولتين أساسيتين هناك مسألة الكورتت الذي يرعى الاتفاق أو محاولة التسوية العربية الفلسطينية هناك مقعد لأوروبا وليس لبريطانيا إذن هناك تحول كبير على مستوى وسائل السياسة الخارجية البريطانية التي كانت تعتمد في جزء كبير منها على الرافعة الأوروبية وهي اليوم قررت الخروج منها ثانيا هناك مسألة إدارة ترامب الذي على خلاف ما قامت به إدارة أوباما هي أكثر انخراطا في الشرق الأوسط وأكثر استقلالية إذن لا تعتمد إدارة ترامب على الأقل بالقدر التي كانت تعتمد إليه إدارة أوباما على الشراكة البريطانية وهنا عنوان تحدي آخر إذن اليوم هذا التقرير الذي يقول بضرورة استقلالية بريطانيا عن الولايات المتحدة الأمريكية يشكل رد على استقلالية أمريكية بدأت في حيز التطبيق حيث يقودها اليوم جنرالات مثل ماتيس ومكماستر إذن اليوم بريطانيا هي في مصار تحولي أساسي تحاول وضع إيطار لسياسة خارجية ما بعد بريكسيت في منطقة الشرق الأوسط تحاول أن تحدد سياسة لكي ترد أو لكي تواكب بالأحرى استقلالية أكبر للولايات المتحدة على ساحة الشرق الأوسط ونعم لم يخلق التقرير من بعض العبارات التي قد تكون لازعة بحق إدارة ترامب مثل كلمة التقلبات أو سياسات غير متوقعة للسياسة لا هو يذهب إلى أبعد من ذلك ربما التقرير يتحدث عن أنه الإدارة الأمريكية الجديدة لديها الإمكانية في زعزعة الاستقرار في المنطقة يعني هذا يخرج عن الإطار المألوف في وصف السياسة الأمريكية الولايات المتحدة حليف تقليدي منذ زمن بعيد ولم نسمع مثل هذه العبارات على الأقل في السنوات القليلة الماضية صحيح صحيح ولكي أزيد على ما تقوله هناك توجه لإقامة شراكات أخرى أكان مع الصين ومع اليابان التي يقود التقرير أنها أصبحت أكثر انخراطا بالمنطقة حتى بالنسبة لموسكو وهذا أيضا ما شكل عنص المفاجأة بالنسبة لي على الأقل أنها في مكان ما تعول على إمكانية شراكة مع موسكو حول الشرق الأوسط وتنادي أيضا بشراكة أخرى مع فرنسا الذي لديها دور تاريخي في المنطقة كما جاء في هذا التقرير وعلى ألمانيا كل هذا أعتقد يعزز مقاربة الغمز من قناة واشنطن سيد دويل فيما يتعلق بسوريا على سبيل المثال التقرير يقول الموقف البريطاني من الصراع في سوريا أصبح مضطربا وعشوائيا التقرير أيضا طالب وزير الخارجية بوريس جونسون والوزراء بصياغة استراتيجية جديدة لا تتبع الخط الأمريكي نحن نعرف السياسة البريطانية منذ بداية الأزمة في سوريا هل نتوقع بالفعل أن يكون هناك تغيير يتماشى مع توصيات لجنة الشؤون الخارجية في مجلس اللوردات حسنا أنا أتفق تماما معك بأنني لست وثقا بشأن السياسة الخارجية البريطانية بشأن سوريا لا أعلم ما هي تماما وأنا لا أعرف أيضا ما هي السياسة الأمريكية لأننا طبعا رأينا تلك الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة قبل أسابيع وبريطانيا قد دعمت تلك الضربات ولقد سمعنا طبعا العديد من التخمينات ومن بوريس جونسون وقبل أيام فقط بأنه إذا حدث هذا مرة أخرى فإن بريطانيا أيضا ستدعم وتشارك ربما بفعالية في الضربات العسكرية ضد سوريا ولكن التقرير كما قلت يطرح أسئلة هل نوافق مثلا على بقاء بشار الأسد في السلطة وهذا طبعا هو ضد سياسة الحكومة البريطانية وأيضا حولفائنا لوقت طويل بأنه في وقت ما على الأسد أن يذهب الآن الحكومة البريطانية ومسؤولوها كانوا يتوجهون نحو هذا المنح لوقت معين ولقد رأينا بعض التصريحات بشأن هذه القضية مثلا من وزير الخارجية وسلفه إذن التقرير ربما يعكس الكثير من الجدل الجدل الذي يدور في دوائر صنع سياسة الخارجية بريطانيا مثل فرنسا وحتى مثل ولايات المتحدة هي طبعا موجودة هناك واللعبون الرئيسيون هناك هم إيران وروسيا وتركيا والنظام السوري وداعش والأكراد ونحن نراقب من الجانب في هذه اللحظة وربما هذا سيتغير طبعا مع مرور الوقت وخاصة إذا كانت هناك محادثات سياسية وانطلقت مرة أخرى إذن أعتقد بأنه سيكون هناك ضغوط على بريطانيا حتى تكون لديها سياسة محددة وواضحة ولكن بالنظر إلى الفوضى فوضى البريكزيت والانتخابات هنا فلا أعتقد بأننا سنرى أي استنتاجات بشأن ما هي سياستنا أعتقد بأن هذا سيستغرق وقتا حتى نصل إلى كما قلت قمة هذا الجدل ونهايته ولكن فيما يخص السياسة الخارجية البريطانية في فترة الخروج وفترة البريكزيت والتغيرات في الشرق الأوسط أعتقد بأن التقرير يعكس فقط الجدل الكبير الدائر في بريطانيا عن شأن موقفنا في العالم وأيضا وخاصة فيما يخص قضايا الشرق الأوسط دكتور نادر أيضا مسألة عملية السلام والقضية الفلسطينية كانت واردة في هذا التقرير التقرير يوصي بالابتعاد عن السياسات الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية ويشير التقرير إلى اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لتأكيد التزامها بحل الدولتين بعيدا عن سياسات الإدارة الأمريكية التي وصفها التقرير بأنها تزعزع على استقرار في المنطقة بداية اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين مسألة يعني كمان أيضا لافتة والإشارة إلى أن سياسات إدارة ترامب تزعزع الاستقرار في المنطقة فيما تعلق بعملية السلام تعليق على هذه النقطة يعني أعتقد أن هنا بريطانيا نعم قد يكون هذه المسألة النقطة الأهم في هذا التقرير لأنه يشكل تحول في السياسة الخارجية البريطانية هناك تأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وهي بريطانيا تقترب أكثر من أوروبا وتبتعد أكثر من الولايات المتحدة حول هذه النقطة تحديدا وأعتقد أنها تشكل رد لما جاء على لسان ترامب ولسيا ملقائه مع نتنياهو حينما كان له تفسيره أو قراءته بالنسبة لحل الدولتين حينما قال أنه بالإمكان أن نكون مبتكرين كرياتف في مسألة الحل الصراع العربي الإسرائيلي وإنشاء دولتين كما لو أنه يشير أن إقامة دولة للفلسطينيين ممكن ولكن ليس ضمن ما تنص عليه القرارات الدولية وهذا يشكل هنا تحدي لسياسة أوروبا ولسياسة بريطانيا دعنا لا ننسى أن اليوم هذا الشرق الأوسط الذي يتفكك ويؤكد التقرير أنه يتفكك هو نتيجة صناعة بريطانية فرنسية وبريطانية بالدرجة الأولى سايكس بيكو وهو الآن يتفكك ويتم إعادة رسمه وتريد بريطانيا أن تكون على طاولة المفوضات هو أول من يصنع هذا الشرق الأوسط الجديد ولكنها اليوم في مخاض عسير وكما أشار الضيف الزميل اليوم الأمور لا تبدو واضحة بالنسبة لبريطانيا لأن هناك مخاض تمر به والرؤية بالنسبة للسياسة الخارجية ليست واضحة بعد ولكن هناك طوق هناك كما جاء في التقرير إمكانية فرص يتكلم التقرير عن فرص ولكن لا نرى ولا في أي موضوع عن خطة واضحة لكيفية ترجمة هذه الفرص إلى خطط عملية شكرا جزيلا لك الدكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية كان معنا من بيروت وشكرا لضيفنا من لندن السيد كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني شكرا لكم